لجنة جهوية يا رأس يا سيد والي داخل الثنواذيبو لجنة قطاعية وفيها أهل الأمن وهل الصحة وهل بلدية وهل المنطقة الحرة وتجتمعها تقريباً كل نهار وهذه اللجنة تقوم الحالة الوبائية وتشوف المشاكل كاملة المطرحة من أجل حلول مناسب لها كل شكر لكم ضيفنا المجرفة العام والمنسق لوضعية الوباء بداخل الثنواذيبو والطبيب محمد لمين والسيدي ونبقى في مدينة نواذيبو التي واصل مزارعوها التحسيسة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والإقبال المكثف على مراكز التلقيح بالمدينة للإجاحة الخطة تواصل الاتحادية المركزية للمزارعين عملها للاستفادة من خدمات المراكز الثابتة والفرق الصحية المتنقلة بالولاية وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية واصل الشيخ العلي عملية حظ مادة نعناع من مزرعة الموجودة بمنطقة الجديدة هذه المزارع التي تزود السوق المحلية ببعض حاجيتها يعمل أصحابها على مواكبة عمليات التحسيس هنا من الساعة التي بدأت هذه الحملة كوفيد التي حينما معدلين جهود كبيرة كنا قام قبلها ولكن بعد فيها هي معدلين جهود كبيرة من حول هذه الاحتراثات التي تعدل من حيث الكمامات من حيث الكمامات أعطاتنا البلدية ألف كمامة بدون ذلك اللي جانا من الجهات الأخرى وفي النهاية إذا كامل تم اللابة أيدين الناس كاملة دائرة الكمامات ومعدلة حالتها واليوم معنا هنا تياهي فرع من أهل الدقة متباركة مع الناس كان نامسة معنا في بعض المشروع التلي واليوم في هذا اللي هون والحمد لله الناس فهمت الوضعية المطلوبة حنا هون ذا اللي نعدلهم الخضرة منين نقلعوا من نشينا الصقلوا حتى ما يقض وعد السوق ويكون بطريقة منظمة ومعدلة البعض من المزارعين قدم درسا لزملائه حول أهمية الإجراءات الاحترازية نختار كافة المزارعين أولا يلتزموا بالأوامر اللي قائمة بها الدولة هو من التلقيح والكمامة ويجتهدوا لأنهم يحرصوا لأنهم كلهم يدقوا يعني أولا ما يجيهم العدوى ولا ينقلوا هم اللي شوى المواطني وعلى بعد فراسخة من المزرعة صف المزارعون لأخذ اللقاح ضمن عملية استفادة منها حتى الآن أكثر من 200 مزارع نحن هنا نعجل حملية التلقيح تطعيم لهذه المزارعين هون السابق ذلك من قضية التحسيس والإشراءات وكل أمور واليوم هذا ركات شيئا فرصة اليوم عندهم والليين يشاركوا واللي مع الدولة والليين في هذه عملية التلقيح اللي قائمة بها وفضل على أن المزارع لا بد أن يلقحوا من رأسه نظرا لماذا لأنه هو محتك بالناس ومحتك بالإنتاج كامل يسوقوا لذلك لا بد أن يعودوا قابل عملية احترازية وخاصة من هذا التلقيح اللي مهم المزارعون بإقبالهم على التلقيح وتطبيق الإجراءات الاحترازية إنما يحفظون أنفسهم وأهليهم من وباء متحور سريع الانتشار لقناة الموريتاني عبدالله لزبير وليبو